أنا اليوم أستشرف إمارات وود من خلال صناعة الأفلام الإماراتية وسعيدة أني أجريها للقاء مع المنتج عبدالله الشباني لإنتاج فيلم دابل سول روحين نعم روح وروحين في روحين؟ نعم في روحين في جسد واحد مثل ما فيه الحمد لله كل الثقافات وكل الجنسيات في دولة الإمارات العربية المتحدة الجميلة الراقية وبحضوركم وتواجدكم كذلك في هذا الحدث كذلك يعني خذ جانب رقي أكثر إن شاء الله صناعة الأفلام الإماراتية تتصابق لإبراز نفسها تمام؟ من يقيم هذه الأفلام قبل عرضها في السينما؟ هو طبعا أكيد تقييم الفيلم يكون من خلال المشاهدين للفيلم هذا قبل عرضها؟ قبل عرضها طبعا هذا يجي عند المنتج والمخرج والمصور والكاتب والممثل والممثلة طبعا وفريق العمل كله اللي خلف الكاميرا من الفنيين هم اللي يقيمون العمل أثناء قيامهم بدور التسجيل والتصوير والإنتاج وكل هذه المراحل يقيمون فيها اللي يشتغلون في صناعة السينما في السوم سألتك في المؤتمر داخل عن إبراز الهوية الإماراتية في الأفلام العالمية ماذا تحضرون للوصول العالمية؟ أكيد نحن أول فيلم عملناه هذا فيه 2 أبطال من حائزين على جائزة أوسكار وهذا قليل ما يحدث أنه فيه أفلام يكون فيها 2 حائزين على جائزة أوسكار رقم 2 أن أكثر من 30 فيلمية تم تصوير الفيلم في دولة الإمارات وبالأخص إمارة دبي رقم 3 أن هذا الفيلم عالمي بتصوير ومشاهد عالمية أخذ جانب أوروبي العتيق الجانب التراثي اللي هي مدينة روما القديمة اللي فيها الجانب التراثي وأخذ بعدين نقلة نوعية بجانب إماراتي بالأبراجها بجمالها بتطورها بشوارعها بأماكنها الجميلة بالخور دبي الشهير فأخذ نقلة من شيء قديم إلى فجأة شيء حضاري ومشاركة المنصور اليابهوني كاتب ومخرج ومنتج إماراتي شارك بأعمال عالمية وحاول بجهد كبير أن يوصل للعالمية أنت اليوم بوجود هالكم من الصحافة وأصدقائك نواجه لهم كلهم تخيير أنت شو كان شعورك اليوم كتجربة أولى؟ حقيقة أنا اليوم أفتخر بداية أني أنا من دولة الإمارات والحبيبة وإمارة دبي وكوني أنا ابن الإمارات أفتخر اليوم أني أنا استطعت بعمل شراكة عالمية وأحضار شركة عالمية في صناعة السينما وإدراجها في مؤسسة وطنية محلية وهذه الشراكة أكيد ستنقل نقلة نوعية في صناعة السينما وأنا عارف أن الكثير من أخواني وأخواتي في دولة الإمارات واجهوا صعوبات للوصول إلى العالمية ولكن الحمد للأمار سالمين ولكن أكيد نحيي ونحيي كل أخواننا ولكن اليوم أقول لكم أن اليوم جيت من العالمية إلى المحلية فهذه نقطة البداية إن شاء الله وأكيد بيكون تعاون ما بين شركتنا الوطنية العالمية وكل الأخوة والأخوات فيه سواء روايين سواء كتاب سواء المخرجين سواء الممثلين وبيكون تعاون إن شاء الله معهم إن شاء الله كلمة نختم فيها المعايدة لرمضان أختم فيها بأن بتشوفون إن شاء الله في شاشات السينما أفلام عالمية إماراتية محلية وطنية إن شاء الله إن شاء الله شكرا لك